حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسيان ستولتنبرغ بعد اجتماعا مع رئيس السربي أليكساندر فوتيتش من أن قوة نايتو في كاسوفو مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار للخطر بسبب الاضطرابات على الحدود مع سربيا وطلب ستولتنبرغ جميع الأطراف المشاركة بشكل بناء في الحوار الذي يقوده لتحاد الأوروبي وحل الخلافات بسبل الدبلوماسية قوة كفور على استعداد للتدخل إذا بات الاستقرار مهددا وفقا لتفوض الأمم المتحدة وقال الحلف أن قوة نايتو في كاسوفو تضم 3775 جنديا من 28 دولة وتتمثل مهمتها في توفير بيئة آمنة وضمان حرية التنقل لصالح جميع مكونات شعب كاسوفو